سلامات يا ناس يا فال يا بسمة فضيك يا كل منالي أخ كيف الحال رغم المصاعب والأهوال ونزول طرحال برحل وأغيب أشتاك وأحن ورجع لقاك بينفس الحال نفس الشوب ودى اللحفة خال الأفراح ودعم الحيرة القاعد متحكر ومرتاح وانا ما مرتاح بس قول الفيك والديني صراح وسلامات يا ناس يا فال يا بسمة فضيك يا كل منالي أخ كيف الحال يأخ كيف الحال الحمد لله تصابيح علام مرحبك في ظلال الأصيل أبابك عشرة منورانا بيسم كل المشاهدين رحبك في ظلال الأصيل ومرحبك مرحبك نزار ومرحب كل مشاهدي غنات الشروب ومرحب بكل متابعي برامج ظلال الأصيل وأنا سعيدة جدا بالاستضعف حبابك تصابيح خلينا نخش مباشرة مسألك النص العرفتك بها والناس نص كده اشتهر وخلاص ده أدى التسكرة بتاعت دخولك لعالم الشعر وبيتي معروفة الشعر التصابيح علام عادي اسمه عادي عادي كان متين كان بدري وأنا في السانوي في الدورات المدرسية أكاد إنه ما حاوزا كله زاته حزا لكن عادي معروفة الشعر بتهربوا من التجارب الأولية لا لا باعتبار أنها تجارب غير ناطقية لا والله ما كده لكن هو ما تهرب من التجارب الأولية بل عكس الكتابات الأولى دي انت بتلقى فيها نفسك لأنه يداب كده بدأ يطرعرع شيطان الشعر وتتعلم كيف تخط الحروف وكده بعد ذلك لقدام بتتطور الحاجة هل دمعناه يتسابيح أنه الشعر بيقى لاحقا صنعة في البداية الأولى كان إحساس والسبيقى صنعة يعني ممكن تكتبي قصيدة مصطنعة تصيغية في أي وقت أنت عايزة تكتب فيه دم القصد اللي أنا عايزة أوصله أنه يعني أنا مثلا سابرا لما بقول لك أول نص مثلا أنا كتبته وأنا في السانوي ما حتكون ذخيرت اللغوية بنفسي المستوى الآن وأنا بكلل في الحاجة في إنها تمشي لك الدعم فلما أقول لك كتابات سابغة مثلا وأنا في الأساس أو في السانوي ممكن تكون حصرية فيه جاب لي ناس البيت أبوي أمي أخواني يعني ما حاجة ممكن تنشر لنطاق تاني أنا أقصد نضي النص يعني نضي النص بعد كده نضي النص حسب زخيرتك اللغوية أنا ما بكتب نص مصطنع يعني مثلا أنت يتقول لي أكتب لي حاجة عن الشي الفلان ما بعرف يعني أنا كل قصائدي بكتبها هي بتصحيني براها أو بتقومني براها وبلغي نفسي بكتب في الحاجة يعني لشنو بيتم ناسة بجاكيف فبقوم ما عارف يعني يعني معظم الأشعار اللي بتكتبها أنت هي عبارة عن تعبير لشعور حقيك أنت ممكن يكون شعوري وممكن يكون شعور للآخرين برضي ما أنت قلت ما في زول يجيب أو ليه أكتب ليه نص يعني لا ما أنت تتكلم عن نص مصطنع نص مصطنع معناها أنت طالب أني مفرد معين أنا مفترض أتكلم عنها أو أكتبها لا شعور معين أيوة ما بغضى النظر المفرد يعني مثلا بيلاحظ كتير من الشعر لما يصل مرحلة من الاحترافية لكذا التشعر بيقدر يكتب نص في اللحظة اللي هو عايزة والنص الشعر الطالع ده ما بكون أجل موضجا ولا يحساسا من بقية الجصائد اللي كتبه هو في منتصف تجربته الشعري بيقدر أنه وصل للوصف حقته اللي بتخليه يكتب أي نص في أي لحظة ويكون نص مشبع بالعواطف وبالحاسيس وبالشيون يعني طيب الشاعر أنت بتتكلم عنه عن أنه النص اللي بيكتبه وهو وصل للمرحلة من النج أكيد عبّ زخيرته اللغرية بطريقة أفضل من الأول لذلك ممكن يتناول أي حاجة صح؟ فالشاعر لازم يكون مشبع بحاجات كثيرة كده كمية من الحاجات كده عشان يقدر يصل للمرحلة بتاعت النج وانا لسه في بادي الأمغ يعني طيب جميل أنا دارش في شكل الكتاب عندك زاته كيف يعني لما أنت تجي تكتب نص محدد مثلا النص اللي افتتحنا بيودة وغيره من باقي نماذي كيف بتكتبي هل بتكتبي النص مثلا بيت بيتين وحسيت انه خلاص انت وغيفت هنا تجي متى ما جات التكمل تكملي ولا انت من البداية يكون عندك تصور لشعور معين ونص معين لازم يتكتب في اللحظة الفلانية طب أنا مثلا عندي نصوص كتبتها وخلصتها يعني كده خلصت معي براه القصية بتبتدي بتنتهي لكن في نص ممكن يجي ما تخليه يعني أنا عندي نص مثلا نفسي كام ميتون كده ما كمل معي لحد هالسا فما عرف نفسي كان يكون كيف عشان النص النص يكمل فما كمل معاي ففي قصاية ما بتكمل معاك لكن بيجي زمام بترجع للدفاتر بتاعتك او للنوت في التليفون فبتلقي نفسك انك انت كتبتها يعني كتبتها في الحاجة وفخلصتها خالي شغوري أنا سمعت مرة في واحد من المحافل قال انه عنده نصوص كتيرة جدا وكفت في ثلاثة واربع بيات وقصيرة جدا لكن قال في لحظة من اللحظات اكتشفت انه دعبار عن نص كامل نص كامل بفكرته هو اي صحيب بالنسبة لي هو مكتمل كنص في الحجم لكن في الفكرة والمعنى والشعور مرات بيسهل مرات بيكون فكرته كاملة ايوة طبعا فهل انت بترجع تعيدي كتابة النصوص الجسيرة دي والخلاص فلسطب النص البعض في بعض النصوص ما قعد تكتمل معاي صراحة يعني ما قعد تكتمل بتجيف كده يعني قدر ما تحاول تنحد انك عايز تكمل الحاجة دي جميلة فبرضو بنفس المحتوى بخليها بنفس الحاجة فبتكون عاجباني يعني ممكن ابدا بيها كمدخل لنص قبل ما ابدا القصيدة وكده لانه عاجباني فبيكون نفسي اكمل يعني نصوصك معظمة طويلة ولا قصيرة ولا كيف والله عندي طويلة وعندك صيرة طيب حنسمع شماسي حنسمع مشتاق ليك يا محرك الاشواك حنين وفارض غرامك بالسنين مشتاق ليك يا واعد الغيم الهطول وانا هسكت فوق السحاب رافض حجاي وقبلاني جيك وكل النجوم ساقت خطاوي الحب اليه قالت تجيني عشان اجيك حتى الوروط اهدتني انفاس من عبي رهديها ليك مشتاق ليك قدروا مواسم الانتظار كل ما صدح صوت الكنار مشتاق ليك بيطول عرض كل البحار حتى ما رأت العين جمال مشتاق ليك وقربك لي فال يا مدي معنى الحب حلال يمطرز الاحلام زلال مشتاق ليك والله حالي معاك حال ومشتاقة ليحنا الاهل ولما تناس للزاس مشتاق ليطينا البلد والقاعدة فيه شجر الحراز والمطرة بتحرك هوايا رزاس رزاس مشتاقة لي كل القراب اللي بيحملوا الود باعتزاس مشتاقة لي كل القراب اللي بيحملوا الود باعتزاس فيك يا البحير حبي الكبير وانا برتعشي وممشي كاس حيران كتاب الله الغدير والناس هناك بيجتلوا زاس ومنك بران برد النزارة الشالو كاس كاس الكرم والجود والبيمشي ليه ومظنوا فاس وعد الفرسان الحن والأمان ورجالهم بيقوموا الليل بيشبدوا الحيل وما بعرفوا الهوان وفيك يا رهيدا البردي انا بلقى الصفة وطيب المكان بمشيك تلوس وبلقى فيك اهلك حنان ترابط اهلك ووفرت خيرك في كل مكان نيالا هي لوحة للسودان وخيرك وافر وفيك امان وهدى السودان وهدى السودان نيميل النص بدأ باحساس شي عرفيه شوق اشبه بنص مكتوب لانسان بعد شوية يتحول الشوق لمكان ورسم لوحة بتاعة وطن ده ما ادخل سؤالي اتسابيع بانه النصة الانثوي بمتهم بانه دائما خجول وبالدارة خلف مفردات عامة بمعنى انه يعني تسابيع كشعرة عشان تقول مفردة معينة لشخص عايزة تكتب ليه في القصيدة بتحاول تدارة والمفردات تانية بيكون في الحبيب الوطن والحربيب الحبيب الوطن والحربيب دي الفكرة اللي قاعدين تداروا وراي يعني معظم الشعراء ده اتهام صحيح ولا اتهام جزاف يعني والله انا لو بكتب للحبيب الحبيب بوجه الحاجة على طول يعني ما في تدارف المفردة لزمن قريب كنا حتى احنا كشاعرات كنا غليلات صح يعني ليه وكتب قريب جدا الآن فيه انفتاح في الحاجات في الكتابات الميديا ذاته وفرت للناس حاجات كثيرة فما في حاجة بتداري طيب ده بيقودنا لتطور النص الشعر طبعا طيب انت قلت لحد دي قبل فترة قريبة يمكن يعني رائدات الكتابة في سودان ما كتيرات لكن كذا خلينا نسمع نص تاني وبعداك نجي للمحاور ما حنسمع شنو حنسمع تعالوا لضمي جيب الكاس أحلب البقرة الجات يا دابة بقيرة أحمد ما تحلبوها لأنها شايلة يا دوبة وأحمد جنه وجن الجوطة وشكلته ديمة عشان الكورة الحمرة القعدة في المندولة يقبل فرصة يدسها فيها ويعمل سمنة بطعم الشهدي وما معقولة وكل فريقنا عارف القصة وقت المغرب جوطة في جوطة دواسنا بشلع حوش وعلية متين جاية حاج علامه أدخل حجي سلي أولادك وأنا في ترمن أقعد سايش أحمد يغلط ويحلف إنه مسالم والصادق هادي ورايك وساكت يجيه الحجر من نبلة أحمد والحق ألحق طلع عينه ونفس الحال باكر تجدد يطلع أحمد في الشجراية شجرت الدوم الجنبة الخورة الدوم الخضرة اللي قالوا نقول لك وقبل ما يوصل أحمد سارك حبة سكر منه العلبة جوه التقلت دسوها جوه البفة أحمد ألحق ألحق سالم شالع الراجعي ذا الأخضر أتجابه مبارك منه البندر والله يهوين راسك في فتنة صلاحة تجابه الشمطة وكان الشكلها ستدور وهذه المرة فوق النقعة بنات الحلة بيشهدوا فيها إلا أحمد صاحب حكمة قال فضيحة يشاكل خوه عشان على الراجع ما كل المال لو لا مجي بال بكرة بروح تبقى الأعمال شن الخوة المبتستر حال النقارة والطنبارة والصفارة وحاجة حليمة وناسة السارة وكان صفاح بيته أمينة أمينة الأم والعمة وجوه البيته البيت والخالة كانت ستة الحلة الرائعة وناسية الدنيا وعايشة بفالة وباسمة دايما فيه وشجارة رقصوا عشان ناسة الحلة وكل فريقنا عرّسوا فرحه إلا تهاني البيت محتارة التعليم ما زاد قدارة بدل ما تقرع عشان تدعله وتبقى نجيضة وواعية وبارة قالت لازم يبنونها عمارة هوي السترة ما بوبار تسكن تلبس تاكل تشرب كله تعمره بس في الدنيا وبكرة تضوق النار الحارة أزرع أحصت ليه آخرتك وحق الليلة زاد ليه بكرة ويوم بكرة تقول إن شاء الله و الله الخلقك ما بنساك وزي ما جابك ليك بختارة و الله الخلقك ما بنساك وزي ما جابك ليك بختارة يا سلام أنا أشكرك مرتين مرة على هذا نص المليم المفردات المحلية وده بذكرني يعني المصوص الكتير اللي اتكتبت في محبة اللغة العمية السودانية وبدأ بكيف حالك والضم المشكلة طعال والضم طعال والضم ده أستاذ عثمان البشرر شعر المعروف كتب و الدومي زي غنا عامر الجوهر ربنا دين وصحه العافية اللي تمينت فالنصوص اللي بيكون مكتوبة بإحسازي دايما بيصل شكرا الأول لأنك اخترتي نصب اللغة دي و الشكرة التانية لأنك نورتينا في دوار الله سكرة الخيري اللذيك العافية شكرا شكرا تسابيع علام هي المساحة الثانية التي توقفنا معها في محطات القراءات الشعرية المنوعة